موسيقى مساء الخير مشاهدين وأهلا بكم في برنامج من الحياة ندوة وطنية للعاش الاقتصادي والاجتماعي هي الأكبر من نوعها منذ أعوام من حيث تصطيرها لأهداف معينة ومن حيث عدد ونوعية الحاضرين في هذه الندوة الإجماع في هذه الندوة كان حول غياب المظاهر الصورية والشكلية وتبادل التحايا والمجاملات والصور وغيرها وحضرت في هذه الندوة السراحة في معالجة القضايا الاقتصادية بحضور رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي ألقى بالأمس خطابا مطولا حول هذه النقطة الندوة الوطنية للعاش الاقتصادي والاجتماعي خرجت بالعديد من التوصيات لإحداث إصلاحات عميقة وهيكلية في الاقتصاد الوطني تبنى خارج الريع البترولي وبالاعتماد على بعض القطاعات الحيوية مثل الفلاحة والصناعة ولكن السؤال المطروح هل يمكن إحداث إقلاع اقتصادي في ظل وجود عراقيل بيروقراطية كبيرة وذهنيات جامدة معطلة عن التفكير ورافضة للتغيير ولأي مبادرات إبداية طيب نناقش هذه النقاط وعن مدى قدرات الفاعلين على تحقيقها على أرض الواقع مع ضيفية الكريمين هنا سيد حسن خليفاتي الرئيس المدير العام لشركة أليونس للتأمينات مرحبا بك سيد خليفاتي مساء الخير شكرا على الاستضافة مساء الخير وأسعد أيضا باستضافة تسيد الحاج جلالي رئيس الغرفة الفلاحية لولاية عين الدفلة مرحبا بك شكرا مبرك الله فيك لدعوة مرحبا بكما أبدأ معك النقاش سيد خليفاتي اختتمت هذه الندوة بالعديد من التوصيات وغير ذلك فعنا في صورة ما حدث بالضبط ما هو وكيف جرى النقاش حول هذه النقاط أولا الندوة كانت مبرمجة منذ حوالي شهر لكن علمنا في يومين الأخيرين أنها تكون تحت إشراف رئيس الجمهورية مباشرة وحولت من ثلاثية إلى الندوة وطنية كانت مبرمجة ثلاثية نعم كانت مبرمجة ثلاثية وحولت وهذا أعطاها سبغة أكثر حيوية وعطاها بعد استراتيجي حضور رئيس الجمهورية خلال الندوة تأخذ بعد المكاشفة والمصارحة وكذلك كان خطاب لرئيس الجمهورية في الندوة انتم سمعتوه الكل كان خطاب عنده خطاب عملي براغماتي قوي فيه رسائل قوية وكذلك متسم بالصراحة وكذلك تكلم على مكان من الخلل وعطاها أهداف والأهداف كانت واضحة لكن طريقة إجراء الندوة كانت هناك فيها نوع من حاجة جديدة لأنه وقعت كانت هناك 11 ورشة زائد ورشة افتراضية مع كفاءة جزائرية في الخارج بإشراف الوزير الأول الورشات جرت في جو من النقاش الجدي والنقاش العملي وكان حتى كان الوزراء حاضرين في كل الورشات وتبادلوا الحديث وكذلك الوزير الأول كان يمر من ورشة إلى ورشة يعني بدون بروتوكولات كانت الأمور تجري في صراحة وفي أريحية نقول لك أنه أنا في رأيي كواحد من اللي حضروا الفعاليات ممكن نقول أنه رح يكون هناك ما قبل 18 أود في الجانب الاقتصادي وما بعد 18 أود لأنه قبل مجيء رئيس الجمهورية في الكواليس يعني كان هناك ضغط كان تخوف كان مناخ تشنج حتى ولو كان الحضور ما كانش كان ضبابية ما هو سبب هذا؟ ضغط المناخ من المتابعات من خوف من اتخاذ قرارات خاصة بالنسبة لإطارة البنوك للإدارات لكن لما جاء رئيس الجمهورية وعطى هذا الخطاب القوي وابعث الرسائل لنا نقدر نعطيك ربعة أو خمس رسائل مهمة اللي فهمناها أنا شخصيا أولا الرسالة الأولى أن رئيس الجمهورية أفصل نهيا أنه لا فرق بين القطاع العام والقطاع الخاص المؤسسة الجزائرية أعاد فتح مجالات كانت مغلقة على القطاع الخاص خاصة النقل الجوي النقل البحري الطيران وحتى تكلم حتى ما يسمى المناجم المناجم في الذهب وفي اليورانيوم وفي الباريت قال لهم اللي يحب يخدم مرحبا الرسالة الرابعة هو كذلك الرفع التجريم عن الفعل التسييري وقال أنه كل هذا رح يمشي لقانون التجارة اللي هو عادي النقطة الخامسة وهي كانت نقطة أنا نظن كانت مفصلية لما أعلن أنه رح يعطي توجيهات وتعليمات للعدالة رسائل مجهولة لأنه كانت هذه الرسائل المجهولة فيها وشاية كاذبة وشاية كيدية وكانت تشكل ضغط نفسي رهيب على الجميع هذا خلل أنه أنفس تهدأ وندخله في جو أكثر إيجابية يعني حتى أولو باش نتناقشوا باش الناس تتعبر وباش تكون عندها يعني الرئيس كذلك تكلم على التصدير على تشجيه الاسد سنترق إلى هذه النقاط كل هذه النقاط نظن أن هذا الخطاب وهذا التاريخ رح يكون مفصلي للمرحلة القادمة كيف تقرأ أيضا أنت سيد جعلالي القطاع الفلاحي بالأمس كان حاضرا وبقوة الرئيس تشهد بقضية أنه مداخيل إنتاج الفلاحة بلغت 25 مليار دول أكثر من عيدات البترول هل ما قبل 18 أوت 2020 وما بعد 18 أوت هو نفسه بالنسبة للفلاحة أولا السلام عليكم وبرك الله فيك على الاستضافة ونحيي أخي سيحسن شوف الندوان تالبرح أنا يا الإضافة واش كان يقول الأخ الفاضل اللي كان حاضر فيها أولا هي البرح السيد رئيس الجمهورية كان عطا إجابة واضحة وكان رسل رسائل لبعض الناس لأنه بعض الإخوة كان يقولون بللي الرئيس رأي يقول بللي كين خلايطي وكين ناس رميوا يعرقلوا له في المصار نتع الجزيرة الجديدة البرح عندما دار عملية تحرير للمسؤولين والمسيرين الأستاذ اللي كان لأنه ناس كانت من برة يدير فيه هجوم وضاد ويخوفوا في المسؤولين باش يقتلوا المبادرات منتع التسيير والتحفيزات قال رمي يديروا فيكم البراوات قال العدالة راهي تعاقب قال الدير قال الدير قال الدير هذه الهاجسة تعل الخوف ما نغطوش تسمش بالغربال كان عطا ارتباك لبعض المسؤولين ومسيرين كفئين ونوزعهم ولكن نبدأ قابضهم الخوف البارح الرسالة سيد رئيس الجمهورية حررت هذه النقطة الأولى النقطة الثانية البارح كان خطاب برقماتي اقتصادي يعني خارج هذه الغطاءات السياسية كان البارح خطاب برقماتي اللي يتكلم على المرحلة الجديدة انتع التغيرات الاقتصادية ما هم البدائل اللي ما اثنين وستين ما نخبوش على بعضنا بعض عايشين على المداخل الريع البيترولي اليوم اوصل لك للسؤال اللي طرحتولي اذا زوج اجابة تطمينة المسيرين وحثهم على موجهة المشاكل بدون خوف واعطاء ضمانات من عند المسؤولة اول تلك البلد اثنين اعطا رسائل انه الندوة تلك البارح الندوة اقتصادية لفائدة الاقتصاد الجزائري اللي تتماشى والتقلبات الاقتصادية العالمية والمالية اللي مست الجزائر وهو المداخل تلك البترولي فالنقطة هذه راح الوحد الوطر اللي هو العصبن تلك الاقتصاد الجزائري بكري منين كانوا الدراهم والناس جيب من البترول وتصرف كانوا يقولوا اليوم القاعدة الاقتصادية وستشهدنا في الحقيقة اللي كاتب اللي هنا والله ما عندنا واش نسيد ونقولوا واش قاد عندما نشوفوا من المواد جونفي من اللي جاهد الوباء عفان الله هو اياكم يعني بدأت العملية التعالي التجارة الدولية تعطيلها التأثيرات انتحها اليوم الى حد الساعة انا نقولها بللي هذه البلاد اللي هربوا عليها قائع الناس ووصلت لهذه المحنة صابت ثلث اطرف لا ربعة ولا خمسة صابت الجيش بالمكوينة تنتعوا الدرك والامن والحماية المدنية اللي هما نحيين صابت الأطباء اللي مشوا في المواجهة انتعوا للقطع الصحي وصابت الفلاحين اللي من المواد جونفي مكاش اللي جاب لنا حب انتع ثوم ولا حب انتع حمص ولكن اليوم الشيء المدهش اللي رمداشين فيه الامة قاعدين وهو يشاطرني الأستاذ الفاضل اننا الاسعار انتع السنة اللي رأي ما يسور نعطيكم واحدة للقصة فقط للتذكير فقط انا يلقيت واحد في عين دفلة هزيته في الطنوبيل قربتوا للبلاد يخلص ديسويميج دينار يعني ثمنتاش مئة قلت له اشارك الله قال لي الحمد لله قال لي راني نقضي بالجماعة مئة وعشرين الف مئة وثلاثين الف زوج قفاتي ونروح لداري قال لي كتل حق الجماعة الخضرة ما تكونش خلاصة لي يعني الناس راهي رياحية نتيجة الوفرة والاسعار الجد ويعني اللي رايح في المتناول الجميع اللي خليت اليوم الشعب التي عنه ورقالها السيد الرئيس البرح قال نتخيله غير شوي لوم هذا القيطاع ولوم هذا الفلاحين وش كان رايح يصرع بينا ما داخلتها بيترون حبطت التجارة الدولية تبلعت يعني وكلش وصبحت كل دولة اليوم اللي ما عندهاش اكتفاء ذاتي تعال ماك اللي انتحها في صحيح في مشاكل اكبر وضرك نزيد مع طولك على كل حال طيب سنتي بارك الله قضية اليوم يعني الرئيس بالامس تكلم على 1900 مليار دينار ستضخ في الاستثمار المحلي هل تعطي برأيك هذا الرقم يعني هل يعطي دماء جديدة في الاقتصاد الوطني سيد خليفتي والله 1900 مليار الرئيس تكلم على 1900 مليار وتكلم على 11 أو 12 مليار إضافية دولار إضافية يعني المجموعة رح يكون حوالي 30 مليار دولار لكن هذه إذا إذا ما كانش التطبيق في الميدان والنجاعة خاصة بالنسبة للبنوك لمراقب فقط الاستثمار وإنقاذ المؤسسات لأنه المؤسسات رح يتعيش في لأنه ما 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 نغطوش الشمس بالغربات إحنا اليوم نقول أنه الاستثمار مجمد منذ سنة في الجزائر البنوك ما 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 هش ترافق لي مشاريعين لا ضرر لتداعيات المرحلة الخوف التخوف الوضع مجموعة من الظروف الخوف هذا يعني إحساس إنساني يعني الوحدي خاف على روحه يقول لك أنا ممكن نجوز للمسألة ما 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 نخش المخاطرة نظن أنه 1900 مليار اليوم هذه لازم تمشي لقطاعات الاستثمار الحقيقي الخالق للثروة الخالق منصب الشغل وما لازمش تروح للقطاعات يعني لما تخلقش الثروة وتكفي ما تكفيش إحنا 1900 مليار هي ديناميكية لأنه إذا خلقت الديناميكية هي رح تخلق تخلق يعني ثروة أخرى ورح تكون هناك استثمارات أخرى المهم أنه أنه اليوم الندوة هذه أعطات الوجهة الوجهة الجديدة الوجهة الجديدة جزائي الإختصار الجزائري مرقما بدون 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 بيروقراطية موجه للتصدير يعني محاربة الاستيراد الغير الغير الجدي الرئيس البارح قال في كلمة التصدير وذكر بعض القطاعات قال تصدير الحلوى تصدير مواد التجميل تصدير الإطارات هذا وش معنتها الرئيس قال يعني رأي يقول باللي وهذا وحنا نشاطره الرأي هذا أنه إذا أردت أن تصدر لازم ما لازمش تصدر مليار دولار في كل متعامل المتعامل الواحد يصدر 10 ألف دولار 50 ألف دولار 25 ألف ألف دولار هذه المجموعة تولي عنه قوة قوة تصدير في التمر حتى في التوم في أي مجال الرئيس قال حاجة مهمة في الأخير قال اللي حبي يستثمر ويربح الله يعونه المهم والتي تجارة بيضا ربح يعني نعم حتى لو نشوفه تاريخيا لأنه مهمة هذه النقطة هي مهمة تاريخيا الصين في 1980 كان عندهم واحد الزعيم واسمه دوزا زو بينغ قال للصينيين بالحرف الواحد قال كانوا خرجوا من الإشترا كان مات ماء وجاء هذا جاء قالهم كلمة في هزوج كلمات للصينيين قالهم نفس الشيوش قال الرئيس بلغتنا يعني قالهم أعملوا واتطوروا وروحوا وترفعوا بالباركة عليكم بطرق الحلال والقانون هذا مكتب بالباركة عليكم هذه هي دوك احنا رح ندخلوا في هذه المرحلة ان شاء الله اللي حب يخدم ويطور ونحولوا العراقين ويدفع الضرائب ويخلق الثروة ورب يسأل عليه هذا التوجه الجديد ألا تعتقد أيضا سيد جعلالي بأنه يصطدم يصطدم بالواقع بالبلوقاتية والذهنيات المعطلة والمعطلة وغير غالي شوف نعطيك عيد أنا نعطيك أمثلة وش عيشنا في الكتار في لح يعقل اليوم نعطي لك بالليه تماطيم الصناعية لك نتكلم منه زميلة لها اليوم وين ينصبوا الفلاحين وتكلموا لها السيد الرئيس الجمهورية البارح تماطيم الصناعية في هذا العام انتج راهيب وصلنا لزوج حويج اللي إخونا بكل مرارة أنا مانيش اليوم أنا وزير التجارة ربي جزيه إن شاء الله يعدل الأمور اليوم سرع انتج راهيب ارتفاع انتج صناعي زدنا في الفلسيبرفيسي في المساحة وفي نفس الوقت تقنية عالية جات اليوم تماطيم الصناعية نقول السادة المشاهدين رأيتوسقى بالقوتا قوت ورام شافوها مسؤولين والسيد وزير الفلاحة أضاهوا تكلم عليها ولولبرحة حتى في خارط الطريق انتعو يعلل الارتفاع الراهيم عندنا زوج حويج اطلعنا في طريق طار المرضو دي في الهكتر وتزدنا في المساحة اليوم صبح الفلاح يمشي ولكن العكس والصدمة أنه الصناعة التحويلية كما يقولوا يعني الصيعة على استقبال التعصيناعة التحويلية بقاته اليوم الفلاح اللي يدخل لك بثلثمية قنطار أنا البرح كنتما في اللحن في عين دفلاء وعي طليم الطارف وعي طليم نقلمة يدخل بثلثمية قنطار ويستنى ثلث يام ونهاربع يام في الرغم شوف هو يتسيل وهي يتسيل كيروح فوق الميزان انتع المعصرة يسيب مية وخمسة قنطار راح ندلو هذه وحدة هذا الانتج ساحلنا راح ضاع كين الحقل المواد اكتوبر يجو لنا بعض الاخوة يقول لك بلي باش نكملوا العام راحنا من بورتي لكستري تعل البطاطا مرصين ولا من طرقيا يعني عايب علينا لابد علينا اليوم في اطار توجهات تعل الصناعة التحويلية تعلب الرح اللي قال ليا سيد الرئيس لابد زمين توسيع القاعدة الصناعية حسب الحجم تعلانتج هذه وحدة اليوم نعطيك مثال واش كان يقول السيد الفاضل هن كنروحو باش اليوم الاتصاد اللي نقولها بكل مسؤولية في الفين واخمسطاعش هذا الرئيس تبون الله يذكره بالخير ما كانش رئيس كان وزير تجارة كانوا دائرين لنزوج حواج هذا الوقت بالنيابة اسمح لي كان بالنيابة وزير تجارة كنا كين بدو حناية في الجزائر نقلع في تشينا في بليدة عين دفلا تيب بازا شلف اخونا في المحمد يلاوي يدو مسكرا الاخونا في عنابة وتيزي وزوب ومردس وسكيكدا هذو هما اللي بولدو وبروديكشن وستاذ نتاع الحوامد كين بدو نقلعوا كانوا يقابلون نخاوتنا بالبابة عصبانيا انا قلت هذاك الوقت في التلفزيون الرسمي تعدوا لها قلت هل اللي رايجيب لي في تشينا وانا نقلع باغي وكل الجزائرين تشينا الاخت اللي كانت حاضرة قاتلي واش بغيت تقول قلت لتحويل يجيبوها من الخارج اليوم السيد وزير الفلاحة في اطار سياسة السيد الرئيس امنع استيراد مادة البطاطا لكلاس ا واليوم رايحين القرار اللي داروا السيد وزير الفلاحة نضمنوا سبعين حتى لمية مليون لورو ما تخرجسنا اذن واش رانا رحين نربحوا احنا احنا المنتوجات اللي راي عندنا اي عقل اليوم نعطيلك حاجة اخطر من هذي المشماش والخوخ كينا بدون نقلعو فيه احنا فصل في الحملة تعال جني السوق انتعنا الاستهلاك ليه ما تاكلوش نصو يخمجنا حشان مو صنتين في الصجراء ونضربو شهر مور الحاملات تعال انتعال جني اخوانا يقول لك نروح نجيب من الخارج اليكستري اي عقل ما ناش قادرين وانا نحيي الامين لا يعقل اكيد نحيي الامين العام انتعال في دراسنا سورال العصائر وين قلت له اما كمش قادرين قال لك عندنا وزين واحد في بجاية شريك مع الطاليان قلت له مادام كينوزين واحد في شريك مع الطاليان في بجاية انتقدروا نوسعوا على المستوى الوطني نديروا اربعة او لا خمسة اذا اليوم انا بغيت مقول لك حاجة التحول اللي صار في الندوة البارح احنايا بالنسبة للعالم كنا حقل تاع كيسم شعب مستهلك اليوم الندوة تاع البارح راحت اننا لا بد نكونوا شعب منتج ونقدر ونكفي بلادنا في المنتجات اللي نقل لخطر وحرمها الرئيس البارح قال شيخ خطير الى كان اللي عندنا منتج محلي ونروح نجيبوهم الخارج وعندي نقطة نعرج عليها رحمة برحمة الشيخ ونخلي المستهلك اليوم كين نشوف اخوانا في ليبيا العمق الاستراتيجي انتع ليبيا والامن القومي انتعنا واشي اصرى في ليبيا ننظروا احنا كل يوم عندنا قطب انتع راه في الشف الجنوب الجزائري في بسكرة خمسة علاف اقتار تعبوية بلاستيكية والاخوانا الليبيين كي تكون ما ذرى الجزائر تنظر اليوم الخضرات والفواكه يشيروهم من عند الاخوان المصريين والتوانسة اي عقل ما نش قادرين كي مرة وقف جيشنا في الحراسة والامن انتع الحدود مستعدين تكون مفوضة احنا اللي نبيع الاخوان الليبي يعني هنا التوجه انتعنا الى قضية مصانع التحويلية لا توجد مصانع التحويلية بشكل اكبر كيف تفسرها سيد خليفات ايضا لا شوف في الحقيقة كانت هناك سياسات من قبل تشجع الاستيراد على كانت اسهل مواد مكملة يعني وكاملة للبيع حتى انه كان هناك منظومة نظن اليوم التوجه الجديد انه نشجع المصانع التحويلية الرئيس قال انه حتى في القرض يمشي معهم حتى الـ 85 90% هذا رح يشجع يعني مستثمرين بش يمشيوا في هذه لانه لانه المصانع التحويلية وش عندها الفائدة انها تدعم تدعم يعني تخلق يعني الفروة من المنتوجات المحلية تدعم الايكو سيستام الفلاحين ولا المربي الابقار ولا في كل المجالات يعني يكون واحد دركتك واحد يجيب مصانع لتحويل بودرة الحليب رح يكون عنده يكون عنده شبكة مربين ما شو يربي الابقار يكون عنده شبكة ولا الأخ كان يتكلم على يعني مثال تعال تعال طماطم هل هل يعقل أنه حتى فشلف رومية يعني فشلف تورمان وهناك وهناك مصنع في غليزان يعني يعني عصري في استثمار رهيب بألف وثمانمائة عامل ربعلاف خمسمائة طن يوميا مشكلة على الغاز ما دخلتوش الإدارة عرقلتو بش يدخل الغاز وطماطم تورما في شلف يعني سبعين كيلومتر سبعين كيلومتر ولا شحال يعني بش نقوله أنه البيروقراطية يعني عرقلت ودارت بزاف المشاكل مشكلة بيروقراطية في قصاد الجزائري حتى لهذا الرئيس يؤكد على رقمانة الإدارة رقمانة الضرائب رقمانة الجمارك رقمانة المسح الأراضي كل هذه مهمة و 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 في شبكة واحدة يعني لأنه هي رح ترافق لأنه هذه الإدارات الإدارة لازم تكون مرافق ما تكونش معرقل تكون مرافق للاستثمار مرافق للتصدير مرافق لخلق الثروة لأنه ما عندناش حل وحد آخر اليوم البترول كما قلنا قالك البارح كان عنا 300 مليار عندها سبعة سنين اليوم اليوم عنا 57 وراهي تتآكل يوميا لو كان ما نستفادوش منها لهذا نعود ونرجعو أنه المصانع التحويلية هذا التوجه الجديد رح يساعد لأنه رح يكون عندها يعني حتى قالك يعني في التوجه الجديد أنه المصانع التحويلية إذا صدرت المنتوج وكان هذا المنتوج فيه نسبة إدماج كثر من 50-60% رأي يعني يعني أعطى تعهد أمام المستثمرين أنه رح يخليهم حتى العملة الصعبة اللي يجيبوها للبلد يخلي قال لهم جزء وفير هو ما أعطاش ما أحدش هذا مهم رح يشجع المستثمرين يدخلوا في مجالات أخرى كما قالك المصبرات تعالفواكه المصبرات الخضر وباش تقول لي الفلاح عنده ضمان منتوج تعوين رح يمشي يعني يكون عنده ضمان حتى توسيع كشبكة يعني التبريد لأنه غرف التبريد إذا إذا وقع مشكل في التحويل ممكن يتجه للتبريد كل هذا حتى الرئيس قال لك أنا قادر كتفكير استراتيجي قادر أنه التبريد أنا أنا نموله لما غرف اللحمة يرميش شوف التوضيح هنا أستاذ سيحاسم شوف هذا 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 يمكن كائن يعني اليوم السيد الرئيس الجمهورية راح لزوج زوج نقطة يرام كائنين اليوم يلعام اللي فات عندنا الثوم إخوانا في ميلا وعين دفل وغليزان وشلف وليدار الثوم اللي فات كلوا بصلى فيهم نهار اللي خسر السنان نقص الانتاج نتاع الثوم راك تشوف ورانا تكلم مع هو زد اعطى مثال على البطاطا قال المستحيل أنا نعطي مثال لأصحاب البطاطا النهار اللي خرجوا مرة اللي فتت في مارس بعض الإخوة خرجوها للطريق ما صابوش لمن يبيعوه ومن بعد ضرب النشهار كي جات الجائحة المضاربين حبو يطلعوها 12000 خرجنا نحن كفلاحين بالمتريال انتعنا بالتخزين انتعنا بالكوام انتعنا وخرجنا للساحات للجميع التراب الوطني وزياءات في بعض لحيان مجانة نعم 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 كل يوم الرئيس يتكلم على معادلة وهو ضبط هذا المنتوج قال لك أنا ما نقبل اليوم الفلاح اللي دار البطاطا ولا اللي دار الطماطم ولا اللي دار الجاج ولا اللي دار الثوم رأي تكلم عليهم الأخ اليوم عندما جاء انتاج وافر نسمحو فيه يصروح لو راس مالو وللعام الجاي ما نصيب شكل يدرنا لأنه الناس باش ما نخلوش الناس تغلط غدوة كي ندعم البطاطا ويلا الثوم ويلا المنتوجات الاستراتيجية هذة مهن ندعم في الشخص بسيح حسن رانا ندعم في ذيك المادة باش تبقى الواتيرة تعلي انتاج كينا قل لك الروح الى كان اللي ندير ستوكاش انتع لأي مادة عامين نضمن بشرط انه ميصر ليش برترباس اثطرابات في السوق وهذه المادة تصبح مفقودة هذة واحدة ولكن حبيت نشير لك قبيلات السيد الرئيس كي كان وزير التجارة وحقرون الخواج اونا تشينا ونحن نقلع وحقرون الخواج اونا الباطاطا عندي فلاحين انهار اللي يدس ولصوا موصلوك على الآ ودخلوا عليهم الرجال وخرين بلآ من دع فرنسا ودع كنادا ودع داني مارك رايحوا ونرفضوا فيها بل كلارك ونرفضوا ونمدوا فيها الاخوة الموالة يعرفوها وفلسوا ثم ما كنا نشفلوا ملاح والقرار ما زال كين وتكلمت عنه عند ليلة بوزي الله يذكرها بالخير في الشورق قبل ما يترشح وقلت لهم هذا السيد الفلاحين ممتنين له دار قرار ان دومي كنز كي كان وزير التجارة بالنيابة قال نمنع باش تجيبو تشينا والمنتوجات اللي تكون والتفاح ايضا زيدنا اعطيك معلومة اش درنا التفاح هي مشاكل موجودة نريد ان يعني نعطي حلول المشاكل لو ندخل فيها لن تنتهي الحلول اللي حبي نروحوليها اليوم اليوم احنا ربنا في تحول اقتصادي مفروض علينا الصناعة التحويلية هي القاعدة الاساسية لضمان ديمومة المنتوج اليوم راني حبيت نقولك حاجة وحدنا ان القطاع الفلاح يقفز قفز راهيبة اللي زا كومبانيا ما انتوع المرفقين انتوع وسوان اخوان في التجارة او في الصناعة ما مشوش بنفس الواتيرة وعلى هذا الاساس اليوم السلعة اللي راني ننتجوها راهم يدوها الفلاحين وقالها سيد الرئيس البرح الخسارة لظهر الفلاحين طيب أهلا بكم مشاهدنا في الجزء الثاني من برنامج من الحياة والذي نناقش فيه لليوم ثاني توصيات الندوة الوطنية لنعاش الاقتصادي والاجتماعي مع ضيفية هنا في اليستوديو السيد حسن خليفاتي والسيد أيضا الحاد جلالي سيد خليفاتي سوف تروح للشيخ سوف تروح تروح شوفنا اليوم من الشروط الأساسية القطاع الفلاحي اللي يوم رهبان أولا نراه واقف في هذه المرحلة الصعبة اللي بان باللي قطاع صحيح للجزائر الثنين مستعدين نوفروا المادة الأولية للصناعة التحويلية نتعنا اليوم مطلوب علينا نحنا كقطاع فلاحي عندنا ثلث محاور لازم من نروح لها اللي عصرنا في هذا القطاع أولا واليوم ره عندنا وزير ابن القطاع الفلاحي وابن الفونسي أغريكول لأن السحمداني وليد العقار الفلاحي لابد من تسوية العقار الفلاحي لابد من إسرح المنظومة البنكية في القطاع الفلاحي لأن القطاع الفلاحي عنده خصوصية ولابد من عسرانة الميتيال أغريكول التعاضد الفلاحي اللي اليوم لازم لها راح كايير مشروع باش تلعب الدور تحا في ظل قضية سيد خليفاتي فتح بعض المجالات للاستثمار لدى الخواص في طيران مثلا في النقل والبنوك وغير ذلك ترى هالنقطة إيجابية سيد خليفاتي نعم لأن إيجابية جدا أولا راح تعطي مجال المنافسة لتحسين الخدمات لفتح مناصب شغل لفتح مناصب الثروة وكذلك يعني إذا كانت هناك بنوك خاصة وحتى ممكن أنها تفتح فروع في إفريقيا بشتواكب التصدير لإفريقيا اليوم تكلم علي هذه النقطة وزن بالي نعم حتى بالشراكة حتى بالشراكة مع بنوك شوف اليوم بلد جار لنا بنوك متوجدة في سبعة وشين بلد إفريقي بنوك وتأمينة وتأمينة موجودة في سبعة وشين بلد إفريقي بلد آخر 13 بلد إفريقي نعم هذا يخلينا نقول أننا متأخرين جدا في الحقيقة حدث تاريخيا أنه وقعت مشاكل في بنك خاص لكن هذا ما كانش لازم تكون حجة باش نغلقوا المجال لو كان رأي اليوم بلك عندنا بنوك في مستوى لكن اليوم عيدة يفتح المجال حتى في المناجم الرئيس يفتح المجال اللي حبي يستثمر في المناجم يعني الأبواب مفتوحة الأبواب مفتوحة ورح تعطي نتائج تحسين الخدمات المنافسة إعطاء ديناميكية اقتصادية جديدة خلق الثروة وكذلك يعني نخلي نخرج من من اقتصاد الريع وندخل في ديناميكية اقتصادية جديدة كذلك يعني القطاع الفلاحي رح تكون عنده دعم من هذه الديناميكية لأنه إذا وضعنا ديناميكية الصناعات التحويلية رح ترجع مباشرة بالفائدة على القطاع الفلاحي لأنه رح يكون عنده يعني مجال لتسويق منتوجته هذا هذه خطة يعني هذه النظرة المتكاملة هي اللي يحتاطي نتيجة لكن بأهداف قصيرة المدى متوسطة المدى وبعيدة المدى العدلة أيضا بين المستثمرين سيدة خليفاتي في وقت سابق شاهدنا يعني مستثمرين ورجال أعمال معينين لهم الامتيازات لهم العقار لهم القروض لهم كل شيء في مقابل مستثمرين آخرين يحصرون على الفتات ترى أن هذه الصفحة طوية بعض يعني نحن لازم نكون براغماتيين نحن يوم أعطى الرئيس وللحكومة أعطاتي الوجهة أعطاتي اتجاه الرئيس عنده 6 أشهر أو 8 أشهر من اللي يوصل نظن هو رهو تكلم بصراحة وبمكاشفة حتى باش نكون واضحين عاتب حتى المستثمرين والقال عتاب في بعض وينتقدوا الحكومة وينتقدوا سياسات نظن أنه اليوم إذا امشينا إلى رقمنا إلى تبسيط الإجراءات إلى المكاشفة إلى إعادة النظر في كل يعني الإجراءات نظن أنه هذك هذك وش سراء مقبل يولي من الماضي لأنه لأنه رقمنا تكشف الأمور يعني تكشف الأمور والحوكمة في 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 الإدارة مش غل جماعة مش غل ضرائب حتى الإدارات يعني ولاية وبلدية ودائرة وخاصة ومديريات التنفيذية للوزارات في الولايات لازم يكون كل شيء مرقمن وكل شيء على المكشوف هذا يخلي أنه تكافؤ الفرص البقاء للأنجع وللأصلح فعلا هذا هو سيد جلالي قضية في مجال فلاحة دائما هناك بعض الفوضى في هذا القطاع لا تعتقد أنه جزء مهم منه يعود إلى غياب الضبط والإحصاء والجرد للمنتوج الفلاحي غائب هذا الجرد شوف أستاذ أو تكلم عن هذا الرقمان نحن كنت تكلم عن الرقمان الرقمان نرحو ننجم نقول باللي رايحين البرنامج الذي تكلم عنه سيد الرئيس الجمهورية كان خالل فيه استاتيستيك الإحصائيات ما نغلطوش نفسنا نحن كانت عندنا منظومة إحصائية مبنية للغلط اليوم نظن باللي الرقمان أنت على القطاعات راي رايحة تبدأ لك بالقاعدة وتطلع إلا مليحة تبلك مليحة وإلا مش مليحة تبان مش مليحة لأنه حتك يكون الحاجة مش مليحة راي رايحة تعطي للمسؤول ياخذ تدابير في الاتجاه صحيح أنا رايح لك الحاجة أخرى نتكلم عن القطاع اللي أنا فيه أن اليوم عندنا قطاع رايح بالوضع انتعوا يعني بالحالة انتعوا اليوم مطلوب من الدولة أنا نوجهني دائل السيدة رئيس الجمهورية والسيد الوزير الأول والسيد وزير الفلاحة الأراضي بتاع الدولة اللي تمدت للناس اليوم أنا مستعدين في الوضع الجديد انت قلت كل ما ذلك قلت كاين واحد الوقت كان إنسان اللي يعطلوا كل شو والبيبان محلولين وكاين اللي يبلعوا عليها لأنه هو ما يشوفوش اليوم خويا نروحوا لمرحلة التقييم الناس اللي خدمت تكون عندنا الشجعة الميهنية ونورهم أمام الناس وقال هذ الناس خدموا وداروا نجع اليوم نعطي معلومة سيدي الفاضل روحوا وسقسوا السيد الوزير الأول السيد جراد كي طلع على البلعباس صاب جنة يعني السيد كي طلع على المعلومات اللي كانت عندنا ما أمنش باللي راح في مستثمرة في لاحية التعجزيري في البلعباس حديثة النشأ بتقنية عالمية كبيرة إذن اليوم أنا نقول الناس اللي دات الأراضي الفلاحية ودارت عامل مجهود وطوراته وجبت لنا منتوج وريد تخدم في الجزائريين وداخلها في الإطار القانوني هذا النس ما نحشموش عليهم ونطلعوهم فوق ريصاننا أمام الناس يسموها الشجعة المهنية الناس اللي خسرت الأراضي انتعى الدولة نخرجو لهم وتخرج لهم الدولة بالأمور القانونية وتتحاسب معهم ويطلب بالأمر ينحولهم الأراضي لكن اللي ما داروهمش دابري لوكايت شارج اللي عندهم اليوم حاجة واحدة ما نقبلوهاش في الجزائر أنا ما نيش قابل اليوم لاريمر اللي تمشي في البلاد حاطين اللي يخدم مليح واللي راي ينفع في الجزائر كما اللي راي يصابوطي إذن هذه باش نجيبوها نجيبوها بالشفافية ونجيبوها بالتقييم الحقيقي الدولة عندها كل الإمكانيات باش تمشي أنا كيراني نتكلم نتكلم اللي يفرم بيلوت باش الناس تفهم لي المزاريع نتع الدولة الناس اللي خدمت مستعدين لازم تكون عندنا الشجعة ونديروهم فقر يصنع الناس اللي ما خدمتش يتحملوا المسؤولية نتحم لأنه هذا الأراضي انتع شعب الجزائري فهذه واحدة الثنين سيدي الفاضل اليوم أنا كنت أتكلم لك تقبيلات على التأمين لابد من عسرانت اليوم وقالها أخويا أنا عندي واحد الإنسان راح راح وواحد الوقت الدول للخضرة والفواكه وقع إلى موريطانيا تعرفوش قال لي قال لي أنا من زي تشروح الدالبيض هذا قال لي أنا راح تصد الدولة شقيقة حلالي بونك وحلالي زاصيرونس المتعامل اللي انتح كيبي يرزق وثما يحط دراهم وثما كينا والتأمين وثما ويعود في الطيارة ويجي قال لي إينا يجي بدراهم مع طريق القاعدة ستركي في السحل إلا كان اللي سركت الدولة دراهم وإلا كان اللي قادرين يقتلوا النيابية بدراهم إذن اليوم كيين بعض الآليات لازم ندخلو فيهم هذا جرن الحديث سيد جعلالي حتى أيضا نقسم الوقت بتساوي بينكما قضية المنظومة القانونية قانون استثمار واضح هل هذه الأمور ممكن أينها أيضا تشجع وتعطي دفع آخر لإقتصاد الوقت كنت قلت لك أنه الندوة كان في أحداش ورشة ورشة خرجوا بتوصيات هناك وشة استثمار نعم استثمار التمويل الفلاح الطاقة يعني نقل يعني كل هذه التوصيات رح اليوم يعني كل ورشة قدمت التوصيات لسيد الوزير الأول وللوزراء نظن أنه هذا رح يكون عنده انعكاس في المنظومة القانونية لأنه رح تكون هناك تلسانة قانونية وتحيين القوانين وضبطهم على هذا النظر الجديد المهم في ما نقول أنه اليوم نظن أنه هناك إرادة سياسية واضحة متوفرة متوفرة وجهها سطرت أهداف حتى ولو ما نوصلهاش في الآجال التي طلبها الرئيس الجمهورية لكن نمشي لها نحي نقص من تبعي البترول 98% هذا هدف محترم قال نطلع التصدير خارج المحلوقات 5 مليار دول هذا هدف قال منزيج نستورد البترول بنزين بنزين آخر 21 هذا كل أهداف أنا نظن كل المنظومة لازم تمشي لهذا الأهداف هذا ما الأهداف هو سطر الأهداف وسطر الوجهة الآن على الحكومة لأنه هي اللي عندها الآليات القانونية وعلى المتعاملين نحن الفلاحين نحن أن ندخل في هذا الإطار ونقول كيف سنصل نصل بتصطير أهداف إلى نهاية سنة 2020 و21 و23 كل كل مرحلة عندها أهدافها وكذلك الحكومة تلتزم تلتزم بالرقمنا بتحين القوانين بوضع الشروط يعني يعني الحصول على العقار أو على الحصول على التمويل كل هذا تتضحم الحكومة في إطار قوانين مناقشة بين المتعاملين وبين الحكومة لأنه ما يكفيش أنه اليوم درنا درنا توصية رئيس الجمهورية يعطى الوجهة لازم الآليات وتكون بسرعة هذه التزامات الحكومة فما هي التزامات أيضا المتعاملين أخرى شوف المتعاملين التزامات بقانون ووضع قانون والتسهيل شوف شوف التزامات متعاملين الاقتصاديين أنا مانيش مانيش بورت بارول التحم يعني لست ناطق رسمية لكن أنا أتكلم لأن نعرف كل النقابات وعضو من هذا نظن أن المتعاملين الاقتصاديين لما يوجدوا المناخ ويوجدوا الأليات واضحة ويوجدوا الشفافية هما رح ينخرطوا في هذا المسعة ينخرطوا بشي خلقوا الثروة ينخلطوا بشي يديروا التمويل ينخلق المناصب لما تكون الشفافية وتكون الأمور مبسطة المتعامل يقتل وحده يدفع الضرائع الجزائري لازم أنزل لك الكلمة لأنها مهمة المتعامل الجزائري ولا الفلاح الجزائري ما هو متهرب من المولد الظروف وليخلاته يدخل لكن لما يوجد هو الجزائري يحب يكون مهني لما يعرف حقوقه وواجباته وإذا تغولت عليه الإدارة عنده وليمنيشكي ويجيب حقه الجزائري يدخل في الإطار يخدم معهدي ويدفع ضرائب ويدفع 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 قضية الفلاح الصحراوية أيضا سيد جعلالي بالآن الرئيس سابقا تكلم أنه ممكن العام المقبل تكون هناك زراعة الذرة زراعة القمح وغير ذلك هل ممكن أينها أيضا تعطي دفع آخر شوف جستاذ الفاضل شوف أنت دغير واحد الفقرة شارل هسي حسان ومعطالها شوف أي حاجة نحط قانون ندير منظومة قانونية للاستثمار اللي ربا يدخل فيها مرحبا به واللي يعواج تسيب القانون قدام هذه اللي بغي يقولها لك دير لي منظومة قانونية والناس تكون متساوية في القطاع الفلاحي في التحويل في الخدمات وين نظهر لك سميها حط الناس سواسية أمام القانون أنا اليوم ما تحط ليش واحد اللي يدار ثورة فيلاحية ودار نشنة تحط لي معها إنسان يصبط الأرض هذه ما نقبلها شبرك هذا هو المضمونة كما يقول فيه اليوم الزراعة الصحراوية غيرت أنت تتكلم تقول تقبيلات واحد يكلم زين احنا ما عارفوا ما التحول اللي صار في البلاد نتاعنا ومن بعد بدنا نكشفوا في بعض الحقائق نصيبوا إنسان تسي كونت ميل اكتار ولا صون ميل اكتار ولا مليار اكتار واعطاولوك وقت تتوعو كي روح نصبنا الأرض كي مدههم كي مصبنا هذا اليوم يا أخي لابد من معالجة القانون سيد الرئيس النهار اللي يكلف سيد وزير الفلاحة ليش قلت لك اليوم رأى عندنا حظة كبيرة في القطاع الفلاحي أنا هذا الإنسان رأى كي أخي ونا عارفوه وولد القطاع وثلاثة وثلاثين سنة في الوزارة أخونا هذا اليوم أنا نقول لك عندنا حظ أنه ابن الفونسي أغريكون لأنه مشكلة للجزائر سوى العقار الفلاحي والله غير كل شي تريق لقدامك شوف اليوم إحنا يا رام راحوا للصحراء راحوا للهضاب العليا ودركوا واحد الفئة راحوا برحمة شيباني بابك راحوا لها اليوم إحنا يا هذا الأراضي اللي رام داروا لها ديوان على مستوى الصحراء عندنا الماء وعندنا السمش وعندنا المستثمر بد رحم من توعو راح يشوف إلا الحماية القانونية قاسي محمد راح ينروحوا للذر يكون ثم وراح ينروحوا للقمح يكون ثم وكل منتوج اللي راح ينفع الجزائر بالموارد انتاحها يندر ثماكينا لأنه كل المؤهلات موجودة الماء والماء والعنصر البشاري صح راح لك الوحد الناس ما هدرناش اليوم في هذه الحصة وما تفكراش آخي اليوم أنا كي نتكلم على أخواننا الموالد اللي قلعوا من بشار غير الخنش العامي دوره هما يوكلوا في الشعب الجزائري في الحم واللي ناكين ينروحوا للرمضان يروحوا بعض الإخوة يقولك نجيب للحم الخارج أنا نقولها لك مرفوضة جملة وتفصيلة وكاينوا واحد الموال فوتوه لي في الفيديو يبكيك يقول لهم أنا الناس الي راح يتهدر علينا جيبوا أولادكم وروحوا قعدوا غش شهرين ولا ثلاثة وجدوا نغش ويخرفان الناس هدوا راما يعانوا راما يوجدوا التكلفة على الحم يعانوا فيها إذن اليوم لابد السيد وزير في الحراح قال هلو البارح في البرنامج تعوفي حد الحصان لابد يكون حوار ما بين الميهانيين اللي راما قاعدين في الصحر وقاعدين في الهضاب العليا ويوجدونا في الحم وما بين السلوطات المحلية كيفاش تكون عملية ضبط هذا المنتوج به يبقى ذاك الموال ثم يخدم ويبقى نعزز مع أولاده ويبقى الحميجين احنا هنا للشمال به نوكلوا الشعب بتاعنا بصلاح باش نبقوا نتكلموا منين ذاك قال غالي قال مش غالي والضحية الحقيقية أنه هو ذاك الموال اللي هي أنا نضم اليوم وصل وحد الوقت اللي حبيت نقوله أنه القطاع الفلاحي اللي راح تسلكنا مع جميع الإجراءات اللي تكلمنا لها ولكن هو الحوار ما بين الميهانيين جو دي بي الميهانيين معنتها الميهاني اللي يكون ينتج رايح يمثل للنفس نتاعه وكان مثلا عندنا الشعب التعنيه يقوله يقولك ما يبكي لك غير شفرك وما يخبش لك غير غير ضفرك طيب قضية أيضا سيد نقال يوم يعني بعض الأرقام تحدثت أنه الدول الميهني للحبوب استولد خمسمية وستين ألف طن من القمح الطحين هل يمكن أن نحقق اكتفاء ذاتيا في هذا المجال يعني وفي بودرة الحليب وغير ذلك في الأجال القريبة باختصار فقط سيدا أنا عندي في 2015 الكلام اللي قلتو طردوني من الغرفة الوطنية يعني كلام انتاع على البطاطا وعالتشينا وعال السميلينتا التفاح نا على البليطاندر اليوم أنا قلت بالله بولانجري الجريان المخبزة الجزائرية تمشي بـ 80% بالبليطاندر ولكن الانتاج الوطني 90% لبليدير برسكوا وقالها الأستاذ الفاضل كانوا دائرين كائن دول اللي عندها البليطاندر ودائر الجزائر حق الانتاع سوق ما نقدروش نبدل تغيير الانتاج من الميقمح نديرو لأنه هذا الكمية الليك تكلمت عليها هو القمح اللي نا سيدي الفاضل نعم اليوم خويا أنا اليوم وهذا رأنا نتكلم منها مع السيد وزير الفيلي حاورها ديرو في البرنامج اليوم كائن مشروع لتحويل انتاج الحبوب من القمح الصلب الى القمح اللي لخدمة اليوم الاستهلاك للشعب الجزائري هذه واحدة طيب تبقى نعل الحليب الحليب يعني هو واسمه انفليار كيسمه شعبة مواقدة وصعيبة ولكن هذا ما يمنعناش أننا نديرو برنامج للمصال لأنه الحليب هتدير حليب لما عندك له لفورة جفار كيسمه الحشيش لابد من خلق فاضاءات خضراء لإنتاج الحشيش وتقوية الحليب وهذا ب إنتاج نديرو دي بي بي بنيير نتعلي جينيس دعنا كانوا عندنا بكري خويا كانوا عندنا دي بي بي بنيير جينيس ويلجبنا القاطع من الخارج ما لازمش يخلوه هنا يروح لنا للذبيحة ثم كنا نديرو نهبطه في الفطور نتعلي حليب طيب سيد خليفاتي نعود إلى السؤال هناك توصيات كثيرة هناك ندوة وطنية لأول مرة تحدث من 1962 إلى غاية اليوم هناك نواية موجودة عند السلطات العليا قضية كيف التطبيق هذا هو المشكل سيد لا نعم هو وقي في التطبيق لكن اليوم الوزير الأول بعد نهاية الأشغال بدأ أعلن عن بعض الإجراءات والإجراء المهم أنه أعلن عن إنشاء خلايا تحت وصية وصية الوالي لكن أنا عندي تحفظ أنا نظن لازم يكون هذه الخلايا تحت الوصية المباشرة للوزير الأول لأنه باش توصل المعلومات لأنه الولاد عندهم عندهم يعني مهام أخرى إنشغالات حتى الوزير أول عنده أقول لك الوزير أول عنده إنشغالات نعم لكن الوزير أول عنده عنده إطارات لتقدر توصل له تعمله لسنتاز يعني المختصر باش المشاكل ويأخذ قرارات خاصة في الاستثمار قلت لك لأنه لأن الاستثمار اليوم كل عرقة للاستثمار هي عرقة لخلق مناصب الشغل هي لفقدان الأمل للشباب نظن أبدأ أولى الخطوات نظن أنه بعد نهاية الندوال يوم مشينا هذه الخطوة النقابات يعني الباتروناع أعطت لأول مرة كذلك أعطت يعني تشخيص وثيقة وثيقة موحدة وخاصة يعني الباتروناع العمومي والخاص عملوا على وثيقة موحدة هذه نادرة هذه نادرة يعني مهمة كثير لأنه لأنه الكل يعمل في إطار مصلحة الوطن ومصلحة الاقتصاد الوطني ما كانش مصلحة فئوية ولا مصلحة شخصية نظن أنه اليوم 11 ورشة خرجوا بتوصيات واضحة حتى ولو كان هناك بعض التحفظات ولا بعض الأشياء التي تنسات مثلا في ورشة التمويل نحن كنا يعني ألحينا على أنه البورسة لازم تكون آلية من آلية التمويل الغير البنكي لكن نوسية هذه النقطة لكن رح نرجع لها ورح نلح عليها لكن هذه توصيات مهمة في القطاع الفلاحي في قطاع الطاقوي في كل القطاعات تخلينا هذا رح تكون قاعدة لتحيين القوانين لكن الحكومة ونظن أنه رئيس الجمهورية البارح قال كلمة أنه رح يوقف على أنه تكون يعني الإجراءات سريعة وناجعة وعملية في أقرب الأجل ممكن سيد خليفاتي تعمل استثمارات جديدة بعد هذا الكلام الخطاب لا أشوف خارج مجال التأمينات طبعا نعم وفتح فروع في إفريقيا مثلا ممكن فتح فروع إذا توفرت الظروف والمناخ وتحققت هذا المناخ الجديد للأعمال في الجزائر ممكن أن نوسع استثماراتنا هنا في إفريقيا عندنا مشروع لتصدير مواد غذائية يعني محولة غذائيا إلى تونس وليبيا نظن أنه شوف الرئيس أو قال للمصدرين هذا الصغار واللي عندهم مواد يصدر ومبعد يجي يفريها مع الجمارك يعني عنده نظرة يعني براغماتية سريعة فالتسهيلات فالتسهيلات قال لك صدر نشوف وش كان في السكانات ونبعد نروح في ريها لفرماليتي يعني هذه مهمة كثير ماذا بعد تسعتاش أوت بالنسبة للفلاحة شوف أنا نقول لك في دقيقة ونسبة أنا بغيت نقول إضافة وش كان يقول حسن شوف لا فرقة بين القطاع العام والقطاع الخاص إلا بالنجاح الاقتصادي وأكد هاي عامس رئيس الجمهورية الثنين القطاع الفلاحي اليوم ولله الحمد أنه حتى بعض الناس يلا كانوا اللي ما شافوا شليه الشهادة رئيس الجمهورية تكفي الفلاحين والوقوف انتحهم في هذا المرحلة اللي كانوا يشككوا فيها وكانوا دايرينا مارشة كونسوماتيون والعالم كيماخ القوى ربي اليوم الفلاحين ثبتوا باللي كفاوي بلادهم واليوم عندنا يعني كما يقولوا فائض في الانتاج رانا متحملينو على الخسارة نتاعنا واليوم رانا كشفنا الحقيقة كفاوي بلاحين ومشامعنا سيد الرئيس اليوم كشفنا باللي كاين قطاعات أخرى ما مشاتش بنفس الواتيرة الاستثمارية احنا نطلبو حاجة اخوانا في الصناعة واخوانا في التجارة وراني رايح نوجه نيداء لبعض القطاع سيد وزير الفلاحة مع السيد وزير الخارجية أنا غيرت مع الملاح أنا غيرتني السافير انت على بولون انت على هولوند نهار اللي كل شهر دائر ولاية السافيرها هذيك ويبعث لك العين دفلة وبالسكرة والخنشلة وتلمسها وتزيوزو وتجي وتعرض في المنتوجات تعبلا أنا جامري بيان سيد رئيس الجمهورية الصوفار انتوا عني في الخارج ما نبقى وش غير السانجويو البرمي نوفامبر السانجويو البرمي نوفامبر نقره لولادنا ونحتفلوا به انتاعنا ولكن يكون يخدم يروح يشوف ديك البلاد تستحق ويعيط الوزير الخارجية ويعيط الوزير الفلاحة وقالوا اجدوني لازم يسيبونا اسواق وينمبيعوا السلع وانتح قضية الدبلوماسية اقتصادية عندك كلمة سيد لا حبيت نوضح بالرئيس الجمهوري البارح تكلم عن الدبلوماسية الاقتصادية وألح أن تكون هناك في التمثيلية الدبلوماسية التمثيلية اقتصادية وكذلك حتى افتح المجال لنقابات رجال الأعمال قالهم ممكن حتى نفتح لكم مكاتب في السفارة قضية الدبلوماسية الاقتصادية شكرا جزيلا لكم ضيفية كريمين سيد حسن خليفاتي رئيس الموديل العام شركة اليونس للتأمينات وسيد الحاج علالي رئيس الغرفة الفلاحية لولاية عند فلاح شكرا جزيلا لكم والشكرا أيضا موصول لكم أنتم سادة المشاهدين نلتقي غدا في اليوم المفتوح لزيارة التفقدية التي سيقوم بها الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للمسجد الأعظم بالمحمدية هنا بالعاصمة غدا إن شاء الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة